بعد اتخاذ الولايات المتحدة القرار بسحب قواتها من سوريا تعرض فرنسا اليوم شروطها لسحب قواتها من هناك العرض الفرنسي جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال إن بلاده ستسحب قواتها من سوريا عندما يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع المسلح المستمر منذ عام 2011 لودريان قال في تصريحاته لمحطة سينيوز التلفزيونية إن الوجود الفرنسي الأساسي هو في العراق أما في سوريا فيوجد عدد قليل من القوات الفرنسية وعندما يتم إيجاد حل سياسي للأزمة السورية سنغادر هذا البلد كذلك دعا المسؤول الفرنسي روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية قائلا إن روسيا مسؤولة عن الحل السياسي للصراع في سوريا فقد تحملت هي المسؤولية وتدخلت في الصراع هناك ودعمت نظام بشار الأسد فعليها تحمل المسؤولية السياسية حتى تتوصل سوريا لقرار حل سياسي وليس عسكريا لتجنب استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا البلد وتدفع روسيا التي تعتبر وجودها في سوريا منذ عام 2015 شرعيا باتجاه خروج القوات الأجنبية المنافسة لها من سوريا وقد دعت في الكثير من المحافل الدولية إلى خروج هذه القوات وقد بدأت مطالبها بالتحقق مع بدء خروج القوات الأمريكية منها وبالرغم من أن التصريحات الفرنسية تؤكد أن الانسحاب من سوريا مشروط بنجاح الحل السياسي فيها إلا أن توقيتها بما لا شك فيه يأتي في سياق الضغوط الروسية لتأمين انسحاب القوات الأجنبية التي لا تخدم مصالحها والتي تتوافق حتما مع مصالح النظام السوري وتحولت سوريا لمسرح كبير للصراعات الدولية على النفوذ والمكاسب بعد أن جلب نظام الأسد ميليشياته الأجنبية وأغلبها إيرانية لدعم وجوده واستنجد بالروسي في ساعاته الأخيرة عام 2015 ما استفز الولايات المتحدة وفرنسا فتدخلتا عسكريا في سوريا التي باتت مستباحة من قبل الجميع ترجمة نانسي قنقر